موسيقى أهلا بكم بعد مرور أكثر من عام على طرح الكاظمي ورقته البيضاء للإصلاحات الاقتصادية يقول الخبراء الاقتصاديون أن هذه الورقة لم ينفذ من بنودها سوى خفض سعر الدينار العراقي أمام الدولار وهو ما أتاح فعلا للحكومة جمع كمية كبيرة من السيولة المالية لتسديد رواتب أكثر من أربع ملايين موظف حكومي لكن بثمن اجتماعي باهد دفعه أصحاب الدخول الثابتة والطبق الفقيرة بالإضافة إلى زيادة معدلات التضخم والبطالة بينما لم يتحقق الانتعاش الاقتصادي والذي وضعت من أجله هذه الخطة ورقة الكاظمي البيضاء للإصلاحات الاقتصادية وما تحقق منها بعد عام من طرحها وما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية بعد مرور عام على ورقة الكاظمي للإصلاحات الاقتصادية ما الذي تحقق من بنود تلك الورقة التي طرحت أساسا لإنعاش الاقتصاد في العراق ولماذا يقول الخبراء الاقتصاديون إن تلك الورقة صنعت أزمات ومشاكل اقتصادية واجتماعية جمّة في العراق بدلا من الحل ولماذا تصر الحكومة على التمسك بهذه الورقة والتطبيل لها وهي التي فشلت في تحقيق أي انتعاش اقتصادي لكن ألم تمكن هذه الورقة الحكومة من جمع كميات كبيرة من السيولة النقدية لتسديد رواتب موظفي القطاع العام ألم تكن الورقة البيضاء برنامجا إصلاحيا متكاملا يهدف لتطوير القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على الدولة وتحفيز الانتاج الحكومي والخاص ضيف الطاولة رافع الفلاحي سعد محمد عثمان مبادرات الإصلاح التي يقدمها الساسة في العراق صارت أكثر مدعاة للتشاؤم من التفاؤل حيث خلف كل مبادرة نكبة جديدة تصيب الدولة الحكومة تورقة بيضاء للإصلاحات في كافة القطاع ومن ذلك ما جاء به الكاظمي قبل أكثر من عام في سياق الإصلاح المزعوم المسمى بالورقة البيضاء التي بشرت بالأفضل فإذا بصفحات هذه الورقة تحولت من بيضاء في الأفكار إلى سوداء على أرض الواقع مرت أكثر من سنة عليها ولم تحقق من بنودها إلا خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار فاستفادت الحكومة من جهة سد العجز الحاصل في رواتب الموظفين بحيث أصبحت قيمة الراتب بالدينار أقل قياسا بالدولار الذي يملأ خزينة الدولة من مبيعات النفط بالدرجة الأولى أما الجانب المأساوي لهذا القرار فهو ارتفاع نسب التضخم والغلاء الفاحش بالمواد المستوردة إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة ارتفاع معدلات الفقر كان أيضا من المنجزات الإصلاحية لورقة الكاظمي وقد أقرت وزارة التخطيط في حكومة الكاظمي أن ما يقارب عشرة ملايين عراقي لا يملكون غذاءهم اليومي وانسحب ذلك على الأطفال وعدم تمكن العوائل الفقيرة من توفير الحليب لأبنائها هذا كله فضلا عن استمرار القطاع الصحي بالانزلاق نحو الأسوأ بسبب عدم جاهزية المستشفيات وعدم توفر كثير من الأدوية وتجلى فشل النظام الصحي في طريقة التعاطي مع جائحة كورونا ملابسنا أو المستلزمات الطبية والمستلزمات السلامة الصحية بدأت تستنفذ من مخازننا وبطبيعة الحال فإن تدهور الأوضاع العامة في البلاد يؤثر على الطبيعة المجتمعية وعلى الحياة الأسرية فكثرت حالات التعنيف والطلاق وأصبح المواطن يعاني ضغوطا يومية لا يجد متنفسا عنها إلا بالتظاهرات والرفض الصريح للنظام السياسي الحاكم فأي إصلاح يرجى من ورقة كتبت في أروقة منظومة كانت أساسا في دمار البلاد أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستبحث فيه تبحث الورقة البيضاء التي طرحتها حكومة الكاظمي قبل سنة للإنعاش الاقتصادي وتدارك الانهيار الاقتصادي والمالي الذي شهده العراق ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي ونأمل أن ينضم إلينا إن شاء الله في الدقائق القادمة الدكتور سعد محمد عثمان أستاذ الاقتصاد والخبير الاقتصادي فأهلا وسهلا بالدكتور رافع وننتظر الدكتور سعد حياكم الله أهلا دكتور دكتور قبل سنة طرحت الورقة سميت بالورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي والحكومة قالت إنها برنامج إصلاحي اقتصادي متكامل حتى أنه الحقيقة المستشار الكاظمي قال هي الدستور الاقتصادي للعراق لإنقاذ العراق من أزمة طاحنة اقتصادية ومالية برأيك هذه الورقة كانت اقتصادية مستندة إلى أسس علمية اقتصادية حقها أم كانت ورقة سياسية خاصة أنها جاءت قبيل الانتخابات المبكرة التي أجريت قبل فترة بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ ماجد الحقيقة هذه الورقة لكي تكون الصورة واضحة نعم قبل سنة طريحت في شهر 21 أكتوبر الماضي عام 2020 والآن مرت عليها سنة وأكثر هذه الورقة عبارة عن مئة ورقة هي تسمى ورقة لكن هو ملف بمئة ورقة نحو سبعين ورقة من عنده هو شرح للمشكلة الاقتصادية في العراق حق عندما تقرأ سبعين ورقة ستجد أنه شرح للمشكلة كل أهل العراقي يعرفون ما هي المشكلة وضع اقتصادي سياسة اقتصادية غير موجودة فساد خراب دمر هذا كله موجود وحقيقة وشرح بي والثلاثين ورقة الأخرى طرحت حلول والحلول عندما تقرأها تجدها منطقية وقابلة للتطبيق لكن ليس في العراق لأن التطبيق يحتاج إلى نظام مستقر إلى أسس ثابتة واضحة قانون موجود إطار موجود ثابت هذا العراق غير موجود عراق فوضى سياسة اقتصادية غير موجودة سياسة عامة غير موجودة وبالتالي كل ما طرحه هو مجرد محاولة لدغدغة مشاعر الناس وليخداعهم وليتضيلهم وبالتالي مثل ما قلت أنت في المقدمة لم يطبق منها إلا تخفيض الدينار العراقي وهذا كارثة كبيرة الحقيقة وربما سنأتي على ذكرتك لكن في كل الأحوال أنت تسأل عندما يطرح أي مشروع هم يقولون هذا مشروع تبنت الحكومة حكومة المصطفى الكاظم لإنقاذ الاقتصاد العراق والخروج العراق من أزمته عندما تقرأ أي مشروع في الدنيا ليس هذا أي مشروع تتبنى أي جهة معينة لديه سقف معين زمني لديه أهداف لديه خطوات تتحقق مع مرور الخطوات يعني مع قطع خطوات معينة تتحقق مرحلة معينة تتحقق تأتي نتائج معينة تبرز نتائج معينة الحقيقة دكتور الحكومة حدد السقف سنتين لإنجاز هذه الورقة وتحدثت عن مسارات ثلاث نعم وربما أحدث خمس سنوات نعم لكن واقع الحال حقيقة لو أعطيتها مو خمس سنوات خمسين سنة على الوضع الحالي على الوضع المنفذة بدون وجود سياسة عامة بدون وجود سياسة اقتصادية لن تطبق هذه القضية لأنها تعني ثم أنت هي في الورقة تحدثون عن أن العراق يعني مواردة أحادية والنفط وهذه حقيقة 97% من مواردة وربما 100% مواردة هي مواردة مالية تأتيب عبر النفط والنفط سلعة قابلة للانخفاض أسعارها سلعة قابلة للنظوب سلعة قابلة للتغيرات وسوق النفط معروف فبالتالي يجب أن الورقة تحدث عن زيادة موارد العراق المالية من جهات أخرى من روافد أخرى وهذه الروافد في كل دول العالم معروفة صناعية زراعية تجارية أنت بعد سنة كاملة تبحث عن الأهداف من هذه ما الذي ستفعله هذه الورقة على الأقل تقلل البطالة نعم تقلل الفقر تقلل التمزق الحاصل في المجتمع من حيث القدرة على المعيشة بهذا الاتجاه لكن عندما تبحث بالأرقام تجد أن تتساءل مع نفسك هل الفقر زاد أم خلال سنة مضت على الورقة ستجد أن الفقر زاد دكتور اسمح لي فقط لأنه ضيفنا دكتور سعد التحق بينه وراح نناقش هذه النقطة ونقاط أخرى يعني كيف أن هذه الورقة يعني أوجدت حل أم فاقمت أزمة دكتور مساء الخير دكتور سعد مساء الخير مرحبا أهلا بك أهلا وسهلا دكتور نناقش ورقة الكاظم البيضاء بعد مرور عام على طرحها في وقتها طرحت هذه الورقة لتدارك الانهيار المالي والاقتصادي الموجود في العراق ولأيضا تكون بداية خطة لينعاش اقتصادي في العراق من وجهة نظر اقتصادية بحته هل ترى ثمة مؤشرات أو بدايات أو ملامة على أن في العراق الآن بدايات لانعاش اقتصادي وهو هدف هذه الورقة البيضاء نعم السلام الخير عليكم على جمهور المشاهدين الكرام الحقيقة احنا الاقتصادين نتناول موضوع بشكل علمي يعني عندنا ثلاث مؤشرات أساسية لحكم على أي إنجاز نعم فالورقة البيضاء هي وعدت أنه خلال عام سنرى النتائج النتائج بالنسبة لنا ثلاث أشياء هي أولا هيكل الانتاج هو نفطي هل تحول إلى هيكل الانتاج غير نفطي العراق يعتمد 95% على دخلة من النفط كان يفترض خلال هذه 19 سنة أن يبنى قطاع غير نفطي اللي هو يساعد النفط إلى نضب أو إذا تعرض إلى نكسات في حين نجد أن 95% ويقال أنه زاد عن 95% الـ 5% الباقي عبارة عن رسوم وإرادات أخرى من منافذ وشغلات بسيطة فإذا لم يتحقق السلط الأول هو تحقيق نمو في الاقتصاد العراقي نهائيا شغلة الثانية هي البطالة حسب ما نشوف التقارير الدولية وما يرد إلينا أن البطالة قد وصلت بين الشباب إلى أكثر من 40% ويقال أنه في المحافظات الجنوبية وصلت إلى 50% فجمهور العاطلين زاد بسبب عدم وجود قطاع خاص قادر أن يستوعبهم والمعتمدين كليا على القطاع الدولة المؤشر الثالث هو التضخم التضخم طبعا المشكلة يصيب الفقراء ويزيد الغني غناءا ويزيد الفقير فقيرا كيف صار التضخم وارتفع بهذا الشكل؟ ناهيك عن كل إحصائيات أن التضخم خاص العقل نحن نقيس التضخم على القدرة الشرائية للمواطن بعد تخفيض العملة العراقية جاء الدولار من 1180-120 إلى 1450 بالسوق 1500 اللي صار أن 25% من القدرة الشرائية امتصتها للعملية فهذا هو التضخم يعني إذا أريد نحس بحساب عرب مثل ما يقول أن 25% زيادة في الأسعار تحملها المواطن البسيط هذه المؤشرات الثلاثة التي تثبت أن الورقة البيضاء مكتوبة بشكل كان جيد وكان أملنا أن هذه الورقة تخرج بنتائج ولكن لحد الآن مضى سنة بالعكس حققت نتائج سلبية أولها امتصفات قدرة الشرائية للمواطنين ازدادت البطالة ثم هيك الانتاج ما يزال مشوه لم يدعم القطاع الخاص لا يزال التحدي الأكبر هو الفساد الإداري رغم وجود محاولات على القضاء على الفساد الإداري ولكن محاولات محدودة ومعروف السبب أن هناك قوة أو دولة عميقة لا تسمح لأي تطور أو تقدم في هذا الملف هذا الملف اللي هو الفساد الإداري كله في العراق تأخر وتخلف 19 سنة وفقد أكثر من أو ما يوازي تريليون يعني ألف مليار دولار ذهبتها باعا أما لمساعدة الدول المجاورة أو للسرقة أو بطريق وآخر عن طريق المزاد اللي وعدوا بأول الورقة أن هذا المزاد سيلغى وثم لم يلغى وبقط المؤسسات اللي تستفيد من فرق العملة في المزاد قائمة وتحقق ثروات وثم تخسل أموال وترسلها إلى الخارج وما يزيد الطين بل أنه اليوم كنت أسمع حديث السيد وزير المالية ووزير المالية أعطى نقاط شخص فيها مشكلات الاقتصاد العراقي أو تحدياته أول تحدي هو قالها أنه سنة 2025 إلى 2030 سيتم عن استغناء جزء كبير عن استئلات النفط فالعراق طالما يعتمد على النفط فإذن سيتعرض إلى أزمة اقتصادية لعدم وجود إيرادات الثانية حمل سبب اخفاقات أو عدم القدرة على الحركة الاقتصادية بالثقل في الميزانية وقال أنه هناك أكثر من ثلاث ملايين وأكثر ضلد بالعالم بموظفين يتقاضون رواتب فقال بما معنى إشارة بأنه هذا الجيش من الموظفين هو يشكل عبع على الدولة والشاطر يفهم معناها أن هناك مواجهة جديدة مع قصة رواتب الموظفين والمتقاعدين بالدرجة الأساس النقطة الثالثة الأشارة لها هي الكهرباء قال أن الكهرباء تكلفنا مليارات ولكن ما نسترده من قيمة الكهرباء لا يساوي 10% ما أنفق على ولذلك وجد السيد الوزير أنه ليس مجدد للشركات التي تستثمر في قطاع الكهرباء هذه المشكلة التي اجتمرت 19 سنة وعليه أيضا هي إشارة محتمال ارتفاع أسعار الكهرباء التي هي أصلا تهرباء مشوهة وغير دكتور الحقيقة أيضا الوزير أو مستشار الرئيس الحكومة قال أن هذه الإجراءات صحيح أنها قاسية لكن لا بد من الصبر والتحمل حتى نعبر إلى الضفة الأخرى دكتور رافع الفلاحي الحقيقة يعني الكل يهاجم الورق البيضاء وأن ليس لها أي منجز بعد مرور سنة على ولادتها لكن هناك من يقول أن هذه الورق البيضاء الحقيقة أنقذت الدولة أو أنقذت موظفي القطاع العام الدولة قبل سنة لم تعد قادرة على أن تسدد رواتب القطاع العام الموظفين الحكوميين الآن الدولة تمكنت جمعت سيولة نقدية كبيرة بهذا الإجراء إجراء خفض قيمة الدينار أمام دولار وبالتالي الآن قادر على تسدد رواتب الموظفين الحكوميين وهو إنجاز بحد ذاته الحقيقة أستاذ ماجد حتى مع التخفيض هذا الذي وشار إليه الدكتور ركمان قبل قليل وإضافة للتخفيض أيضا رفعه مخصصات كثيرة من الموظفين وربما حجم الذي قطع من مرتبات الموظفين يصل إلى 45% من مرتباتهم وهذا كل زيد الفقراء هذا لم يقلل الفقر بالعكس زادت خارطة الفقر زادت أعداد الفقراء وزادت أعداد العاطلين عن العمل لأنك أنت ما وجدت ما عندك بنات تحتية لا الصناعة ولا الزراعة ولا التجارة لكي تسعى بها والسياسة العامة لا تساعد على ذلك الحقيقة حتى عندما يتحدث البعض أن هذه الورقة كانت تدعي للتفاؤل التفاؤل يبنى على نقاط معينة على نقاط ملموسة وقادرة وواقع ملموس عندما تنظر إلى السياسة العامة التي هي البلد كله مستورد العراق تحول إلى بلد مستهلك مستورد كل شيء استورده والبضاعة المحلية لا تستطيع أن تنافس البضاعة المستوردة ومع التخفيض مع تخفيض الدينار العراقي صارت مهمة أي إنتاج عراقي صعبة جداً بالمنافسة مع المستورد لأن أنت تشتري بالدينار العراقي اللي قيمته قليلة حتى تشتري الدولار وتشتري مواد أولية من الخارج لكي تصنعها بالداخل وبعدين تعرضها لتنافس بضاعة مستوردة أقل منها سعر بكثير فالمواطن يذهب إلى السعر البسيط فبالتالي أنت يتحدثون عن أنه الانهيار يعني هي أوقفة الانهيار أو هذه الورقة البيضاء الحقيقة هذه كذبة هذا جزء من عند تخفيض الرواتب وجزء الآخر لولا زيادة أسعار النفط ولا العراق ماضي هم كانوا يقولون وما زالوا يقولون أن الرواتب فقط الموظفين والمتقاعدين نحتاج إلى نحو ستة مليارات شهرياً أو إلى سبعة مليارات ربما تحدثوا عن سبعة مليارات دولار يحتاجون شهرياً فكانوا يستدينون من الداخل والخارج الآن يتحدث مستشار رئيس الوزراء الحالي يقول 79 مليار دولار داخلياً وخارجياً ديوننا وربما أكبر من هذا البعض يتحدث عن أكثر من 100 و120 مليار دولار عموماً لولا زيادة أسعار النفط وأسعار النفط لم تزداد بشكل عقلاني ربما بشكل يعني كانت وصلت إلى حدود العشرينات والآن بالثمانينات فهذه والموازنة محسوبة على أساس 45 دولار الآن السعر بالثمانين دولار الحقيقة هذه التي ساعدت على عدم انهيار العملية السياسية وانهيار البلد انهيار اقتصاده هذا اللي ما بيه سياسة وليس الورقة البيضاء هذه الحقيقة يعني لو تخيلنا انه النفط لم تزداد أسعاره برميل النفط لم يزد سعره لو كان العراق يعني يستمر في الدين والدين هذا إلى ضوابط داخلياً وخارجياً ومن يدينك وشلون تستلف وقضية كبيرة جداً جداً لا تستطيع أن تلبيها وكم شهر وشقد المبلغ اللي تستدينه فبالتالي زيادة أسعار النفط هي التي أوقفت الانهيار الحقيقة لكن الانهيار قادم لأنه انت بالتالي البطالة دا تزيد الفقر دا يزيد كل هذا دا يزيد عندك انت سنوياً يدخل إلى سوق العمل في العراق وفي أرقام معينة بحدود 800 ألف إنسان جديد عراقي جديد يدخل إلى سوق العمل لا يجد فرصة العمل فبالتالي هذا العدد يزداد ويضغط على الاقتصاد وانت عندك هذه المرتبات وعندك جيش من العاطلين من الموظفين العطال المقنع نسأل دكتور أيضاً سعد محمد عثمان عن هذه النقطة دكتور يعني قضية أنه الورقة البيضاء وفرت سيولة نقدية مالية كبيرة ساعت الدولة على تزديد رواتب الموظفي القطاع العام لماذا تسفيه هذا المنجز لماذا لا يعد منجز أو نتيجة ذات قيمة للورقة البيضاء؟ نحن بالاقتصاد نستخدم مصطلح المنفع الحدية من أي عملية منه الانتفاع ومنه الضرر نعم يعني الشريحة اللي الضررت هي بالملايين اللي هي شرايح الموظفين الرواتبهم بين 500 ألف إلى مليون إلى آخرين منخفضوا منهم حوالي 25% مع ارتفاع الأسعار فذول تحولوا إلى خط الفقر فزاد خط الفقر أمام هذا الناس والشيء الثاني اللي صار ارتباك في السوق يعني هي كنت تعزى ليس إلى هذه السنة يعني الورقة البيضاء بها جوانب مكتوبة اقتصاديا صحيحة ولكن نتائجها مو مال سنة ولا سنتين ولا ثلاثة لأن ما خرب لمائة عام لا يمكن يعادها بسنة وأقول لك فتشيء دليل يوم الوزير المالية يتحدث عن ثورة إدارية دون الحديث الثورة على من الثورة هي على الفساد استعادت الأموال المسروقة بطريقة وأخرى كما فعلت الشعوب في كثير من البلدان استعادت أمرالها ممن ظلموها وسرقوا أموالها ولذلك الورقة البيضاء مكتوبة كتابة أنيقة ومقبولة في بعض جوانبها ولكن هي مجرد كلام الشعوب تخطط لخمسين سنة هو كان يقارن بين وزارة المالية في دولة الإمارات اللي عدد موظفيها مية وثمانين واحد ووزارة المالية اللي عدد موظفيها ثلاثة وثلاثين واحد وميزانية الإمارات ضعف يعني مية وثمانين واحد يدير ميزانية ضعف ميزانية العراق الإمارات وغير الإمارات حققوا ما نسمي الحكومة الرقمية الآن الموبايل جوفرمنت اللي تستغني عن حتى التواصل المباشر كلها الإلكترونية ولذلك هذا جيش الموظفين نسميه بطالة مقنعة ولكن إلى أين يذهب؟ لا قطاع خاص لا زراعة لا صناعة أخي الزراعة والصناعة وغيرها لا تشكل واحد في المية من نسمي الـ Gross National Product يعني الناتج المحلي الإجمالي طيب هاي الملايين وين إذا ماكوا زراعة وماكوا صناعة وماكوا قطاعات أخرى ثم تحدث عن النظام المصرفي هي طبعا هاي إنجازاتهم النظام المصرفي يقول أسوأ نظام مصرفي بالعالم نعم نظام المصرفي انبنى في العراق على أساس غسيل الأموال للناس اللي يقدروا تحصل أموال عن طريق الصحة الحرام وغيرها ولذلك نظام المصرفي غير معترف بعالميا حتى لو كان يخضع إلى رقابة البنك الدولي الـ World Bank يعني هو يقدم لك نصايح لكن تمولي لم تأخذها يعني ثم أنه أنت مثلا اشتغلت 30 سنة 40 سنة بالبنك الدولي على راسي ما يخالف لكن كثير من البلدان رفضت خروض البنك الدولي وراحت إلى نسمي الاقتصاد الحقيقي يعني نمت قطاعات استوعبت البطالة ثم خفضت التضخم ورفعت مستوى المعيشة يعني الاقتصاد العراقي شنو ليعوزه حتى يصبح أحسن من راواندا راواندا الآن واحدة من البلدان تحقق نمو ناتج 10% وكذلك سنغافورة وكذلك تركيا وكذلك اندانوسيا وغيرها احنا نمتلك مقاومات أحسن من كل هذه البلدان الخلل في الإرادة والنزاحة والوطنية مع الاسف انه الرشوة والفساد الإداري كان هي الهم الشاغل للإدارات طيلة هذه الفترة وكانوا يستثمرون القوة والسلاح في مواجهة أي شخصا اشكرك واستعدم منك من دكتور رافع وايضا المشاهدين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال نقاشنا مع ضيفي حلقة طاولة حوار لهذه الليلة دكتور رافع الفلاحي ودكتور سعد محمد عثمان ابقوا معنا نلفت عناية مشاهدين الكرام إلى أن قناة الرافدين الفضائية ستبث على نظام اج دي وعلى التردد نفسه واحد صفر سبعة اثنين سبعة وعلى مدار النايل ساك اعتبارا من الأول من شباط عام الفين واثنين وعشرين وأن البث على نظام از دي سيتم إيقافه في الثامن والعشرين من شباط عام الفين واثنين وعشرين اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تبحث فيه الورق البيضاء للإصلاحات الاقتصادية التي طرحتها حكومة الكاظمي وما تحقق منها بعد عام من طرحي هذه الطاولة دكتور رافع الفلاحي والدكتور سعد محمد عثمان دكتور رافع الفلاحي الحقيقة الخبراء والكثير أيضا من المراقبين يجزمون أن هذه الورقة الحقيقة لم تقدم حل وإنما صنعت أزمات ومشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة في العرب الورقة الآن هذا الحكم عليها بعد سنة هل تعتقد أنه سنة كافية للحكم على هذه الورقة الكبيرة ولمعالجة أزمة اقتصادية في العراق سنة كافية لنحكم عليها بالفشل أو النجاح لا الحقيقة هي مواذي القضية يعني مثل ما قال الدكتور سعد محمد عثمان قبل قليل قال أنه خراب مئة سنة ما ممكن تعالجه في سنة أو سنتين أو ثلاثة لكن على الأقل تعطيك مؤشرات أي خطة تعطيك مؤشرات للنجاح أو الفشل تعطيك مؤشرات للتطبيق الصحيح أو التطبيق القاطئ تعطيك مؤشرات هل هي جدية أم هي مجرد تضليل خلال سنة لم تعطينا أي مؤشرات بالعكس كل المؤشرات التي أعطتها الورقة البيضة هي مجرد كلام حقيقة وضع مثل ما هو بل وضع أسوأ أنت تحتاج إلى معالجة الفساد والفساد توسعة ومجرد تشكيل لهيئة لمكافحة الفساد لم تقبض إلا على موظفين صغار أما الحيتان الكبيرة ما زالت والأعزاب الحاكمة التي تتمتع بالفساد والقدرة ما زالت هي هي والقدرات ما زالت هي هي النفط موردك الأساسي بقى موردك الأساسي وتوسعت اعتمادك عليه فأنت لم تبني صناعة لم تذهب إلى بناء صناعة لم تحمي إنتاجك المحلي يعني الآن الفلاح مثلا خذ كمثال بسيط الفلاح هذا الذي يزرع الطماطئ ويزرع الخيار يعني هل هناك حماية لمنتجة؟ لا لا توجد حماية لمنتجة أي مصنع صغير أي ورشة صغيرة لا توجد حماية للحكومة أو الدولة لمنتجاتهم عندما تطرح بالسوق هناك حماية هناك دعم من الدولة لكي تلافذ غيرها من المستورة ما موجود هذه القضية فبالتالي أنت قطاعك الصناعي دمرته بشكل كامل وليس هناك نواية وليس هناك خطط لأن إعادة القطاع الصناعي ليست سهلة وإعادة القطاع الزراعي ليست سهلة هي عملية صعبة وقوية وهذا بناء تراكمي أنت تحتاج إلى بناء تراكمي أنت تحتاج إلى طاقات كهربائية وطرق ومصانع ومكائن وناس متدربين قضية كبيرة جدا جدا وقصة كبيرة وبالزراعة نفس الشي أنت تحتاج إلى توسع الأرض وتصلح الأرض وتجيب مياه وبذور وتستورد وتدفع الناس إلى هذا وحملة إعلامية هذا كل غير متوفر غير موجود فبالتالي أنت تقيس على ذلك وتنظر إلى الورقة وترى المتحقق منها لا تجد شيئا تجد أنهم عدا أنه خفضوا سعر الدينار العراقي وزيدوا الفقراء بالتالي زادوا الفقراء وزادوا منهم تحت خط الفقر وتحت خط الفقر كانوا أكثر من عشر ملايين الآن ربما 12 و 13 مليون عراقي تحت خط الفقر وهؤلاء لا يمتلكون ربما الغالبية منهم يأكلون من المزابل وهذه مصيبة في بلد غني مثل العراق نعم قدراته وأنت يعني خريجين لديك سنويا مئات الآلاف من الخريجين لكن كم تستوعبهم التالي الذهاب إلى الميليشيات الذهاب إلى العصابات الذهاب إلى وظائف غريبة عجيبة يذهب إليها البعض من الشباب والهجرة زدادت ما زالت تزداد الخراب ما زالت فهذا كل مؤشرات على أن هذه الورقة البيضاء ليست ذات قيمة نعم دكتور سعد الحقيقة الحكومة تسوي كثيرا لهذه الورقة وعلى أنها برنامج اقتصادي إصلاحي متكامل هدف تطوير القطاع الخاص والإنتاج الحكومي والخاص طبعا وتقليل الاعتماد على الدولة ما المطلوب فعلا لينجز هذا الهدف تطوير القطاع الخاص والقطاع الحكومي وتقليل الاعتماد على الدولة والتخفيف عن عاتقها يعني الدول عادة تنهي وليس العراق أو الدولة مر بهذه الظروف مرت بعض الدول ولكن مرت بإصاليب وطنية تبدأ أولا بخطة استراتيجية تضع الأهداف والغايات وثم تضع مبادرات ومؤشرات أداء مربوطة بزمن ومسؤولية الآن حتى لو وضعت خطة ووضعت المسؤولية إذا هي مشاريع أغلبها وهمية معرف كم مشروع عالا في المشاريع طرعت وهمية يأخذون الداون فيمة ويهربون بها وإذا نية في الإنتاج حتى المواطن في القطاع الخاص إذا يريد يستثمر في قطاع حربه والدليل تقول الأسماك حرقه والمزارع ومعروفة هي لفائدة من ومنفعة من حتى يظل أن العراقي يستنفذ آخر دولار من النفط لصالح دول الجوار وهذه الحقيقة التي هي موجودة فأنت أولا يجب أن توفر الأمان هذا الهدف الأول ثم تقضي على الفساد الإداري تعلن خطة بالشراكة مع الشعب وثم بالشفافية يعني أنت لازم تكون أنه شو المعوقات يعني الشعب رح يساعدك أما أنه يكون السلاح هو البديل في المواجهة لأي تطور فهذا يوين ما رح يصير أي شيء مع الأسف كثير تقارير دولية يعني أنا الآن سقرى تقرير يقول العراق ممكن خلال خمس سنوات يعلن فلاسة وهذه طبعا تقارير قسم منه حتى ظاهره من البنق الدولي اللي يعتدون به أنهم ما يمشون بنصائحة يعني يحتاج ثورة متكاملة ما هي اقتصادية ثقافية تقلب الموازين وتنهي كل هذه اللي نسميها التحديات ونحن دائما نستخدم مساليب علمية ننشخص ما هي التحديات نسميها سواء بستراناليسي يعني ما هي التحديات الداخلية الخارجية ثم نحاول أن نرسم خارط الطريق ومو بسنة لا هذه سنوات وثم نحشد الناس حقيقة هم الآن ألاحظ يطلعون بالتلفزيون كل المسؤولين كلها تقول نحن ضد الفتاة طيب منع الفاسد يعني المواطن البسيط فاسد دكتور على ذكر سمح لي على ذكر المسؤولين على ذكر المسؤولين وزير المالية يوم أمس علي علاوي قال إن الورقة البيضاء حققت نتائج باهرة طبعا أهمها ذكر أهمها هو وقف الانهيار المالي وتحقيق فائض نقدي سدد موظفي القطاع العام والحكومة الحقيقة تعترف أنه هنا الورقة قاسية إجراءاتها قاسية لكن تطالب بمزيد من الصبر والتحمل للوصول إلى نقطة الأمان تعتقد أن هذه الورقة حتى مع منحة فترة زمنية أخرى وقد أشرت أنت ودكتور رافع إلى أن الحقيقة فيها يعني بنود جيدة وأيضا يعني علمية واقتصادية لو أنها مضت بوقت أطول ستحقق نتائج مرجوة نتائج إيجابية حقيقية أخي العزيز يعني الناس تصبر ماشي الناس ستقول نحن سنصبر ونتحمل يعني أنا أتشرف فاهمت في وضع خطة لأكثر من بلد نعم الخطة ليست كتابة الكتابة من مصادر وإحنا كنا حملت شهادات عليا من دول غربية ودرسنا وافتهمنا نعم حتى لن يفتهم من علمها إلى آخرين إنما أدوات تنفيذ الخطة أنت من تضع خطة يجب أن تضع أدواتها هل أدواتها موجودة؟ هل رح يقبلون بالاقتصاد الرقمي اللي وما يكلف شيء ما يأخذ زمن ثق من يتحولون إلى الاقتصاد الرقمي ما رح يأخذ رح يخلصهم أولا من الدايركت تاتش رح يخلصهم هواية من الرشاوي رح يخلصهم من التعالي والبيروقراطية يقلل الغلاطة يقلل الكلفة بس إرادة ما يكون هذه أول خطة أنت لازم تضع في بالك يعني الورقة البيضاء كان لازم تنص أولا التحول إلى التصادر الرقمي لأسباب التالية هي محاربة التصادر الإداري ثانيا فقرة ثانية تعبئة موارد النفط مهما تكون حتى إذا تمويل بالعجز تعبئة الموارد النفطية في قطاعات غير نفطية خاصة تنية القطاع الخاص الدولة تتنصل من دورها لما تنفلش قطاع خاص قطاع الخاص بالعراق ملوم اندمر ما بقى بي شي شو بقى وين دي ينتج لا في الزراعة ولا في الصناعة إلا بنسب قليلة ثم عندك المؤسسات الأخرى ومتوسعة ولكن مؤسسات أثبت مع الزمن أنها مؤسسات كربانة مثل التعليم الصحة يعني هاي شون 27 ألف شهادة مزورة ودكتوراه وماجستير إذا ولوين رح يرحونها للدكتوراه غير للجامعات يدرسون فاقض الشيء لا يعطيه كذلك المستشفيات كل يوم محروقة مستشفيات يعني بنية تحتية مفقودة الورقة الزيضاء ككلمات يعني شايف مثلها كثير شفت من هذه الورقة قدمت إلى بعض البلدان الأفريقية قبل 30 سنة ولكن ماذا جرى بالبلدان الأفريقية لا شيء لا تزال متخلجة إلا اللي منهم طلعوا من هاي القوقعة وبناء التنمية أو التخطير تحتاج إلى تعامل جعل أصلاقية من الحكومة وأدوات حقيقية مثل ما قال وزير الماليين ريد ثورة إدارية طيب انت على ما تريد الثور على المنظف الصغير أم تجي على نقول أستاذ رافا انت لازم على الحيتان كبيرة المفاصل الأساسية اللي هي تتبث الفساد هي لتتستفيد يعني نشوفه الآن في وضع اقتصادي مريب عجيب من الثروة والرفاعية هذا نسميه سوء إعادة توزيع الدخل يعني أكو فئة جدا قليلة من الموظفين تأخذ امتيازات ما بحقولة حتى لا توجد في أمريكا لا توجد في أي بلد هذا الرواتب الضخمة وهذا الامتيازات ثم هذا الانفاق العسكري الهائل اللي هو أعتقد مليون ونص جندي أو مقاتل خلي شو سميه سميه يعني الجيش الامريكي كله مليونين يعني انت لو عندك يعني تقنيات وتدريب عالي ما تحتاج إلى أعداد إلا إذا عندك هدف سياسي التوظيف من أجل التأييد أو الدعم وهذا اللي صاير يعني الآن النواب من يردون يقول له رح عيني ولدك وهكذا هذه مو خطة هذه يعني نلقى بلية شي سميه تخلوه يعني يراد ناس تفتهم يراد ناس أقول كبيرة تخطط لهذا البلد يعني خلال خمس سنوات العراق أعتقد من السبعين إلى خمسة وسبعين خلينا نسأل خلينا نسأل السؤال الأخير يعني كيف سيكون الوضع برؤية استشرافية منك ومن دكتور رافع الفلاح دكتور إذا هذه الورقة الآن ثمت إجماع من الخبراء الاقتصادين غير الحكوميين العلميين الموضوعيين أن هذه الحكومة الحقيقة فاشلة ولا جدوى منها ولن تفضي إلى أي نتائج فقط كانت مؤذية للمجتمع وللطبق الفقيرة وذوي الدخل المحدود إذن لماذا التمسك بها من قبل الحكومة والتطبيل لها والتسويق على أنها المنقذ المنقذ للاقتصاد العراق هي محاولة للتضليل ليس إلا لكن الحديث الحقيقي عندما نتحدث عن شيء نتحدث عن يعني شيئين متلازمين السياسة والاقتصاد متلازمين جدا أنت عندما تكون لديك سياسة منضبطة سياسة وطنية سياسة واضحة سياسة بها مدخلات واضحة ومخرجات واضحة بها أهداف واضحة وطنية بتركيبها بأهدافها برعايتها للشعب بمساهمة الشعب بها ستنتج هذه أو سيتمح اقتصاز أو سيخرج من رحمها اقتصاد وطني قادر أن يطور نفسه يبني خطط تنموية تتبنىها السياسة العامة يتبنىها الشعب هذه غير موجودة في العراق الحقيقة نحن نحتاج إلى بداية إلى سياسة وطنية إلى مشروع وطني إطار وطني يضبط كل هذه لكي تخرج من الرحمة هذه السياسة الاقتصادية الوطنية التي يعني يعني تعم فائدتها كل الشعب ويستفاد من عدى الوطن والمواطن هذه الحقيقة أما أن تأتي لي بورقة وبها كلام جميل نعم كلام جميل لكن تطبيقه غير واقعي غير موجود خيالي أن تتحدث عن يعني عن هياكل غير موجودة أن تتحدث عن صناعة وزراعة وتجارة ولترفض الخزينة المركزية بأموال جديدة بقدرات جديدة برقم مؤثر غير النفط غير واردات النفط هذا غير موجود احنا معتمدين على النفط والنفط تأتي واردات وتدخل إلى إلى هذه يعني دائرة الفساد وبالتالي المواطن يفقد يومية من ثروات هذه النفط عندما تسحبه بغض النظر عن الثروة النفطية ستنظم قريبا نعم وتنتهي ولان العالم كله يتجه إلى الطاقة النظيفة تجه إلى بداء الأخرى وهذه خلال عشر سنوات أو خمس سنوات وعشر سنوات خمس طعام سنة ستصل إلى مرحلة وهذا ما أشار له وزن المالية الحالي عندما قال إن النفط وبالتالي أنت أمام كارثة كبيرة العراق على ماذا يعتمد يعني ستتحول إلى بلد فقير من أي سيئتي بالموارد أنت لا عندك زراعة ولا عندك صناعة ولا عندك تجارة ولم تطور شيئا ولا ليس لديك سياحة ولا ليس لديك خطط وطنية فبالتالي نحن أمام كارثة نحل الأزمة بأزمات نعالج الأزمة بأزمات وهذا واقع الحال شكرا دكتور سعد محمد عثمان يعني كيف يمكن تخيل الوضع في العراق وخاصة الوضع الاقتصادي مع هذا الفساد المالي الكبير مع هذه التشوهات الهيكلية في البناء الاقتصادي القطاع الاقتصادي والاقتصاد العراقي أحادي الجانب اعتماد على النفط فقط يعني كيف يمكن تخيل في السنوات القادمة الوضع العراقي عموما حقيقة يعني أنا اتكلمت يعني هي الموضوع وليس ورقة ولا خطة هي الأدوات طالما الأدوات غائبة يعني لحد الآن 14 سنة لم نجد أداة صحيحة في إحداث التغيير وهي تستمد على ثلاث أشياء هي النزاهة والوطنية والشفافية ثلاثتهم حقيقة إذا لم تحققها كيف رح تفعل بالاقتصاد العراقي واني مؤسسات دولية يعني تعتقد أن الاقتصاد العراقي سينهار حتى لو ارتفعت أسعار النفط وغيرها هو السيناريو وين ناس تعتقد أسعار النفط رح يزيد مثل أوبيك وثم مجموعة أخرى تعتقد أن سعر النفط خلال 10 سنوات ما يتجاوز 20 دولار و10 دولارات فشو المستقبل ينتظر هذا البلد اللي رح يصير تعبات سكانه 50 مليون المؤشرات لازم هناك انخفاض في التضخم عمالة تطور في هيكل الانتاج هذه المؤشرات اللي احنا نقيس بيها ثم عدالة في توزيع الدخل خدمات في الماء والكهرباء والصحة والتعليم كلها مفقودة متى ستصبح ولذلك مع كل الأسف وبلدي يا ريت أتمنى من كل قلبي أن هذا البلد ينهب ويتخلص من هذه العبع الثقيل اللي على عاطقة المشكين هذا البلد العظيم اللي كان يومي يتغنون به للغاء ويهابو لعداء وعلاسف وصل إلى هذه المرحلة ولا نرى غير شباب مهاجر ولا نرى مهاجر داخل وخارج العراق أو عاطل أو مشكلة كبيرة نتمنى نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يفرج على هذا البلد شكرا دكتور الآن الورقة الاقتصادية هذا البرنامج الاصلاحي لا جدوة منه الفساد يتغول ويستمر تشوهات اقتصادية في العراق كيف يمكن أيضا تصور الوضع سياسيا واجتماعيا في المرحلة القادمة مع سلبيات أخرى هل سينفجر هل هناك ثورة هل هناك طوفان هذا واقع الحال عندما يزداد الفقراء عندما يزداد الظلم عندما يزداد الكارثة يعني ربما كل شيء ينفجر والوضع العراقي محتقن والآن العراق مثل القنبلة الموقوطة ربما ينفجر في أي لحظة ثورة تشرين عندما انفجرت لم يكن أحد يعني يتوقع مثل هذا الشباب الصغير اللي يقف أمام الرصاص ويقتل ويقاوم ويستمر بمقاومته ويستمر بمطالبته بوطن وصلوا إلى حالة من اليأس يعني عندما قبل قليل أشار الدكتور سعد محمد رثمان إلى المهاجرين يعني عندما تنظر إلى المهاجرين على بيلاروسيا وبولندا هؤلاء العراقيين الكثيرين عندما تسأل عندما عادوا قسم من عدهم وتسألهم أنت ليش ذهبت يقول الوضع الاقتصادي الوضع الاقتصادي السيء هذا يدفع الناس إلى الهجرة إلى القتل الجرائم قد زادت في العراق الطلاق اشقد نسب الطلاق اشقد نسب الخلافات الخراب والدمار هذا كل الأمراض الاجتماعية كلها جزء من هذا الوضع الاقتصادي المنهار والسياسة العامة المنهارة وبالتالي أنت تحتاج إلى وضع سياسي وطني إلى إطار سياسي وطني هذا إذا لم يتوفر سيذهب العراق سيبقى العراق بهذا النفق المظلم الحالك وسيذهب إلى قاع الهاوية وشعب العراق لا يمكن أن يقبل بهذه القضية القضية صعبة وخطرة لكن المواجهة حتمية ربما هذا الجيش من الفقراء الجيش من المعتاد من الذين يريدون أن يضمنوا حاضرهم ومستقبلهم هؤلاء سيدافعون عن حياتهم سيدافعون عن حياة أطفالهم بالتالي الوضع سينفجر لا محال وماضي إلى الانفجار وهؤلاء ربما يؤجلون يحاولون بهذه الورقة وغيرها بهذا التفضيل يحاولون تأجيل هذا الانفجار ليس إلا لكن بالنهاية سيؤدي إلى الانفجار وقرأ التاريخ ستجد الكثير من هذه القصص والكثير من الشعور والحقيقة دكتور هناك تركيز على أنه خفض قيمة الدينار الحقيقة قدم نتيجة باهرة أوقفت الانهيار هكذا تصريحات أوقفت الانهيار العملية السياسية لكنها انهار الشعب زادت الفقراء توسعت خارطة الفقر توسعت خارطة البطالة غلقت الطرق أمام أي قدرة على الانتاج محلي مع وجود الاستيرادات مع وجود حدود مفتوحة الاستيراد أنت تستورد الكهرباء تستورد الماء وتستورد كل شيء تستورده وحتى الهواء ربما ستستورده في يوم من الأيام فبالتالي الشعب حوله إلى مستهلك فقط وعليه أن يأخذ أموال ويصرفها والأموال غير موجودة وبالتالي كارثة كبيرة تكبر يوميا مثل كرة الثلج والشعب بالنهاية سيثور ومهما يعني مر الزمن الثورة ربما آتية آتية لا محال شكرا جزيلا دكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي كان معنا هنا في الستوديو وشكرا أيضا للخبيل الاقتصادي الدولي دكتور سعد محمد عثمان كان معنا عبر الهاتف من دبي في الإمارات العربية المتحدة في حلقة الليلة من طاولة حوار وبحثت في الورقة البيضاء للصلاحات الاقتصادية التي طرحتها حكومة الكاظمي قبل سنة وما تحقق منها حتى هذه اللحظة كما أشكركم مشاهدين الكرام وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر